خليني بقى اطلع قبل ما اطلع الفاصل اقول لكم بعض الاخبار كولر كان فيه فكرة ان يجي مدافع في يناير يعني مع قصد محمود متولي بس حن تاني المحمود متولي يعني ان محمود متولي اصاباته كتير والكلام ده كان فيه فكرة ان ممكن يجي سردباك في يناير هو شايف برضو انه معتز اللي هو السردباك الصاعد ده ممكن يبقى ليه دور مع ياسر طبعا ابراهيم ومع ربيعه وطبعا محمود عبد المانعم ومحمود متولي اللي بدأ يظهر تاني من جديد فاجل فكرة المدافع ده السردباك لنهاية الموسم كمان مستر كولر عمل قاعدة بقى كبيرة مع اللعيب اجتماع بقى قبل الفاينال قال لهم انتو اتحملنا كلنا ظروف صعبة جدا للفترة اللي فاتت وطريقة تتويج للسوبر للكاس مش سهلة وقال لهم احنا لعبنا ماتش جامد قدام منافس قاوي سيراميكا كنا لسه راجعين من كاس العالم وبنلعب قدام مستويات عالية جدا قدتوا اللي عليكو وكنت سعيد جدا بالاداء وان الفوز جي في لحظات الاخيرة ودي مكافأة لمجهودكم الكبير في الفترة اللي فاتت تتويج بالسوبر مش سهل وقال ان مودن فيوتشر طرف التاني في الفاينال طبعا مقدم ماتش كبير في سيمي فاينال قدام بيرامدز وقال انه المواجهة هتكون في غاية الصعوبة تعرفين مودن فيوتشر من الاندية القليلة اللي كولر معرفش يكسبها يعني كولر مكسبش مين هتلاقي مثلا ده مودن فيوتشر وصان داونز يعني ماتشين اللي لعبهم مع مودن فيوتشر السنة اللي فاتت اتعادل في الماتشين مكسبش مودن فيوتشر مكسبش صان داونز في نالي تالت كان ايه مش فاكر بتالي كان المصري وكذبه كذبه في الكاز بعد كده اه تمام وكذبه في ناية الدوري اللي فات طيب كمان فيه كده نوع من التحفز من لجلة التخطيط على المدرب المساعد عارفين احنا كان كان كولر جاب مدرب مع بداية السيزن احنا كنا منوى عليها هامبورجر ولا بيرجر ولا عاي كده اسمه برينجر طبعا كارلس برينجر ده مدرب كان أفاشانتيني اعتقد لجلة التخطيط متحفزة على شغله طول ما للشغل ظاهر يعني يعني هو كان جاي فيه هدف معين بيتقل انه هو جاي علشان خطر يجهز اللعيبة ويطور من مستوى اللعيبة خصوصا اللي ما بتلعبش اللي هي خارج التشكيل الاساسي والبودلة يعني اللعبة البودلة ما بتلعبش زي احمد عبدالقادر مسلا دلوقتي زي كريم نادفت زي محمود متوالي زي اكرم توفيق اللي هي اللعبة اللي ما بتخدش فرصة في الفترة الحالية لكن هم مش شايفين انه هو لي دور او تطور او تغيير او بيعمل حاجة ملايبة دي فهم يعني بيقولك اوسط بتوجيه الشكر لي خصوصا انه كولر طالب ضم محلل اداء جديد للجهاز اللي خلاص ماشي ده لانه اداءه مش ملموس ونجيب محلل اداء في الفترة الجاية في ظل طبعا البطرات الكتيرة اللي بشارك فيها النادي الاهلي وحتى فيه تغييرات في في الجهاز الطبي بتاع بتاع يعني ناس مشيت اخصا اي تأهيلي ونس وجاء ناس جت يعني حاجة غريبة جدا انا مش فهمة يعني محمود صابر ده من اللعيبة اللي كنا بنشوف دايما اللي المستقبل كبير جدا في روسة الملعب في باصل وجاب جول في كاس الأمم بتاعة المغرب تحت 23 سنة اللي احنا تأهلنا بالي لالأولمبياد حتى الجول ده كان بينافس جول كهربا مع جول كريستو في نفس البطولة لعب الاهلي من احسن جول السنادي في القارة الافريقية يعني وكسب كهربا بالجول طبعا البديع اللي جابه في اللي غالي السوداني لكن محمود صابر النادي بتاعه الاصلي ببيراميدز اعاره النادي زد اللي اتنين موافقية يتخلوا عنه وده حاجة غريبة يعني زد حتى بيعتمدش عليه اساسي وده برضو حاجة غريبة يعني هل يعني محمود صابر ما عندوش الحمية ما عندوش يعني الاسرار ما عرفش غريبة ان زد كمان لما الزمالك قلمح ان هو ممكن يسيب انه ممكن ياخد محمود صابر لما سألنا زد عرفنا ان هما مرحبين ان هما قطاعوا الاعارة في الشتاء خصوصا ان الكابتن مجد عبد العاطي مدير الفن اللي زد ده بيعتمدش عليه بشكل اساسي وكمان بيراميدز لما بنسأل بنلاقم بيقولك ما عندهمش مانع باعارته او بيعه وده حاجة غريبة برضو في يناير وممكن تبقى فيه صفقات متبدلة بين الزمالك وبين الاندية دي في يناير يعني ممكن الزمالك يسيب لعيب للبيراميدز والبيراميدز يسيب له محمود صابر وبعدين الزمالك يعير لعيب لزد الست شهور دول مقابل النقطة اعارض محمود صابر يعني فيه ديل ممكن يتعامل سلاسي خصوصا بتقنى الزمالك اتفق مع بعض اللعيبة خصوا منهم محمود صابر وش حاتة لعيب خط نص طرع الجيش حتى ناصر ماهر ده فيه ناس كتبت وقروني كده ناصر ماهر شفت خبر ده ناس كتبت حتى تفاصيل الاتفاعدة قالوا انه مضى عقد وان الزمالك راصد ليه موضر الفيوتشر 15 مليون جنيه احنا قلناها طبعا من فترة من شهر ان الناصر ماهر يعني مرشح بقوة الانضمام للزمالك بس كمان الناس بدأت تكتب بشكل واضح وتحط حتى انفو جراف وتحط له الراتب بتاعه 40 مليون جنيه في 4 سنين مدة التعاقد يعني 10 مليون جنيه راتب سانوي تليجراف ده موقع تليجراف راتب سانوي تليجراف مصر وقالت كمان الموقع قال انه فيه 15 مليون حددها نادي الزمالك سعر شراؤه ناصر ماهر من مودرن فيوتشر وناصر ماهر الراجل فورمنسيني ده وانا اسمه ايه اللي هو فورموسينيو اللي هو المدير الفني بتاع مودرن فيوتشر ما بيعتمدش عليه مش موجود في الكاس السوبر يعني فيه صدام وحتى ما سفرش اعتقد يعني هو واحمد رفعت في بعض اللعبة كده النجوم الكبار الراجل قلب عليه طيب ان هو مدرسة حاسمة واضح كده فورموسينيو ده ولازم التزام في الملعب شديد وناصر بقى عايز اخدها كده ويعملها كده ويشقلبها كده الراجل مش عايز كده يعني طريقة لعبه مش كده مدي على كوبر يعني مدي على اسمه كيروش مدي على المدربين دول اللي هو الدفاع ثم دفاع ثم دفاع ثم باصي لصراح او اللي هو في مكانه يعني وري كده الجول بتاع محمود صبر كده جبتوه ابص الجول ده الجول ده اللي كان بينافس الجول بتاع الكهرباء جابه في المغرب طبعا شغطة من مسافة بعيدة جدا اللي كسبنا الماتش ده وده ده اخسرنا اخسر ده الفاينال كان اتنين واحد وبعدين اترد اه يعني هو جاب الجول كنا متقدمين وبعدين للأسف محمود صبر نفسه اترد وبعدين المغرب جاب جولين بعد طرد محمود صبر بص يعني الميكالي ده كان عاملين يبصوه فرحان كان حيقفل الملعب قفلة يعني سواد السواد لكن طبعا طرد محمود صبر اثر على طبعا طرد يعني اشتغل الطرد البساحات في المغرب وكسب المباراة ترجمة نانسي قنقر